بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق وما زلت مع موضوع الورع وذكرنا شيء من هذا القبيل فيما سبق من نصوص الكتاب والسنة وذكرنا مراتب الورع أيضا لعلي في هذا اليوم أذكر بعض العبارات والأقوال والجمل عن العلماء وعن السلف الصالح في قضية الورع ولذلك أثرت أقوال للسلف الصالح من الصحابة والتابعين ولأهل العلم المتقين إبارات تعظم شأن الورع فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام انظر إلى هذه العبارات الرائعة والجميلة من أبي الدرداء هذا الصحابي الجليل يقول تمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام ويقول الحسن البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى يتركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام ويقول سفيان بن سعيد الثوري يقول إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى وروي عن ابن عمر قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقه ويقول أيضا سفيان بن عيين الهلال أبو محمد لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدعى الإثم وما تشابه منه ويقول ميمون بن مهران لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال ويقول يونس بن عبيد الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين ويقول يحيى بن معاذ الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل وأيضا كان يقول الورع على وجهين ورع في الظاهر ورع في الباطن فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك سوى وقال من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء وكان يقول أيضا الورع الخروج من الشبهات وترك السيئات ومن أقواله رحمه الله من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره ويقول أبو هريرة رضي الله عنه جلساء الله تعالى غدا أهل الورع والزهد وقال بعض العلماء الورع توقي مستقصا على حذر وتخرج على تعظيم وكان بعض العلماء يقول عليك بالورع يخفف الله حسابك ودع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك وقال بعض الصحابة كنا ندع سبعين باب من الحلال مخافة أن نقع في باب من أبواب الحرام والمقصود إخواني وأخواتي أن الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية بالورع ونصائح ذهبية في واقع الأمر في مسائل الورع أسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وحسن الأقوال وحسن الأعمال إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد